طيب المؤنس عدل سأل هو ايه اختصاصهم؟ هو ده من حق مين؟ خلينا نقف عند ايه اهداف الربطة؟ و ايه اختصاصها و ايه اللي من حقها و ايه اللي مش من حقها؟ طيب انا هقولك بس اهداف الربطة العمل على زيادة الموارد المالية للاندية تنظيم الدور و ان يكون اكثر تنفسية على المستوى الاقليمي والقاري مين؟ دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين العمل على زيادة شعبية الدور العام في القسم الاول الاستثمار في برامج تنمية الناشئين والشباب تطوير المشاركة المجتمعية للاندية الاعضاء اذا دي اهداف هذه الربطة اختصاصاتها ايه؟ ايه اللي من حقها و ايه اللي مش من حقها؟ تشكيل لجنة من حقها او من اختصاصها نيه بتشكل لجنة لادارة المسابقة وقد شرعت فيه يعني تم تكليف للمهندس عامل حسين بالاطلاع بهذا الملف ادارة كافة الحقوق التسوقية والتجارية والتلفزيونية والاعلانية المرتبطة بمسابقة القسم الاول ودي نقطة مهمة جدا ادارة العوائد المالية للرابطة وطرق ونسب توزيعها على اندية القسم الاول اعضاء الربطة وهنا عايز افصل بين حاجتين لانه سمعت حتى الكابتن متحد شلبي مع الاستاذ احمد دياب رئيس الربطة وهو بيتكلم على انه الربطة هيبقى من حقها توزع حقوق او عوائد الرعاية والبس وبنربط الكلمتين في بعض بغير وجه حق مفيش حاجة اسمها انه الربطة هتوزع عوائد الرعاية والبس هي توزع عوائد البس فقط لانه عوائد البس التلفزيوني هي النتاج ممارسة الاندية لكن حقوق الرعاية حق الرعاية ده اشمل النادي كل نادي عنده حقوق رعاية قصة بفرق الرياضية كلها بمنشآته بحقوقه الاعلانية بالامتيازات اللي بيمنحها للرعاية فبالتالي عوائد الرعاية دي مسألة منفصلة عن حقوق البس فنرجو واحنا بنتناقش ما تبقاش المسائل مربوطة في بعض بدون واجه حق قانوني الربطة بتوزع عوائد البس التلفزيوني لمباريات المسابقة نفسها مش اكتر منها يعني حتى كاس مصر ده امر يخص الاتحاد اه هيستحدثوا مسابقة جديدة كاس الربطة تقام اسناء كاس الامم دي فكرة هائلة ويبقى دخلها وعوائدها ايضا للربطة كمان الربطة من اختصاصها التنظيم والاشراف على جميع الامور المالية الخاصة بالربطة ده شيء كويس تعديل لايحة النظام الاساسي للربطة بعد اعتمادها يعني النظام الربطة نفسها هيبقى لها لايحة فالمكتب التنفيذي الخاص بالربطة من اختصاصه يعدل في لايحة النظام الاساسي للربطة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية اللعنة دي عام